السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في كناة طبخة ومعلمة مع أم تسنين أنا جايلكو يا جماعة بموضوع تغريد هنقش معاكم النقط اللي هي قالتها في الحوار بتاعها طبعا إحنا عارفين كل الحوار رأي فيه ده مسلسل وتعامل أو في المهابط زي ما بيقولوا وأنا يا جماعة مش هبطل أتكلم في الموضوع ده غير لما هي تعمل التحليل وبان العيال ده العيال مين أنا بدفع عن العيال لما بتكلم كده وبعرف الناس دي إيه أنا بدفع على العيال مش بفضحها يا جماعة الموضوع يا جماعة دلوقتي هي ابتدت الحوار مع الإعلامي إن هي بتقول إن هي بتحب محمد هادي قوي محمد هادي ده كان ملاك مشى على الأرض محمد هادي ما بيدربهاش محمد هادي يا جماعة كان الزوج المثالي طبعا هي لما تقول كده يا جماعة الناس هتفهم إيه الناس هتقول إزاي لما هو زوج مثالي كده إزاي وستحالة بكون خانته فهي بدأت الموضوع بكده طب لما أنت بتحبي كده روح رفعت علي قضية خلعي طبعا عشان لما يرفع عليك قضية زنا ما تتسباتش عشان تخلعاه دي أول نقطة يا جماعة تاني نقطة يا جماعة شفتوا لما قال جدها قال شفوا سلمة كده شفتوا تعابير والشاه يا جماعة شفتوا أول ما جاب سيرب بنتها سلمة إلا حصلها بص يا تغريد انت بريقة انت بريقة وست بصوا محدش لمزك قبل كده انت ست كويسة إحنا كلنا بنجني عليك التلات سنين اللي انت خدتهم بتهمة الزنا دول بتهمين التلات سنين اللي انت خدتهم دول بتهمين يا تغريد إما انت بريقة كنت مؤجرة شقة ليه ومديها مفتاح لعبد المنعم عبد المنعم ليه يا تغريد ما رضيش يعمل تحليل الـ DNA ما رضيش ليه يروح يعمله وقال ان انا ما كنت واحد في تابور بيروح لها ليه ليه عبد المنعم ما راحش يعمل تحليل الـ DNA يا تغريد انا بسألك هو الأسئلة لما تسألتش ليه ما رضيش يروح يعمل التحليل دي اني يا جماعة لما ده واحد غريب بصي يا بتتبلع عليه والناس كلها بتتبلع عليه ما روحش يعمل التحليل واثبت ان انا ما عملتش كده مع الست دي إلا إذا انتوا فاهمين طبعا يا جماعة انت البواب البواب يا تغريد بتبلع عليك برضو البواب اللي كان بيقول ان انت عاملة مؤجرة شقة في العمرة من وراء جوزك كنت مؤجرة شقة من وراء جوزك وعملة مفتاح لعاشئك اللي هو عبد المنعم عشان يخش في اي وقت ده يا تغريد ده مين برضو البواب لما البواب وروله صورة عبد المنعم قال اهو ده جوزك اللي بيجي معاها بتقول لك ده اخويا كان بيجيب للخضر واللحمة من عند ماما خضر منه لحمة مين يا ماما اخوكي ليه الناس مش عارف اخوكي من مش اخوكي طب وده يا جماعة اخوها للبواب يمكن البواب ما بيشوفش او ما بيعرفش ما بيعرفش اي حاجة او ما بيشوفش يمكن نظره ضعيف الدولو ندارة وورول عبد المنعم وورول اخوها لما يا جماعة عبد المنعم مش عايز يعمل تحليل دي اني ايه وراح مرضيش يروح وثبته عليه تلات سنين زنة مراحش لي يا جماعة عبد المنعم في الاعداء العرفية يا جماعة قال اه انا عملت معاها علاقة بدل مرة كزا مرة بس مش انا بس انا كنت واحد في طبور فين الرد دي تغريد ردي بقى ردي الناس اللي عملة تقولي يا جماعة محدش اتيق ربنا انا متقي يا ربنا غصبا عن اي حد بيتكلم يعني واتقي ربنا انت او انت الاول وبعد كده باخش تكلمه علي انا روحوا قلولا هي اللي تتقي ربنا دي جابت تلات عيال مش عارفين منين يا جماعة بس يا جماعة اذكروا الفاجر بما فيه زي ما بيقولوا انا مغلطتش فيها بس يا تغريد انا عايز اقولك حاجة اه يا جماعة ابوها كان بيقول ان هو بيمشي رفع راسه الحاج ابو تغريد بيقول ان هو بيمشي رفع راسه تربته في تربية عياله بسبب تربية عياله هو مواسك في تغريد معلش حقك علينا يا ابو تغريد احنا اللي غلطانين فيك احنا اللي غلطانين وانت ماشي رفع راسك احنا اللي غلطانين مش انت ولا تغريد لا احنا اللي غلطانين وانت ماشي رفع راسك عاد يا جماعة بسوا حوار مسلسل اه العيال اللي كان ملاقا منها الكلام اللي عيالك بيتهتي هي يا جماعة ومش عارفها بتقول الواج كان بيقول ان من عم بيجب مaceutه بعد كده يمشي وعد كده يجي وعد على الكرسي يا جماعة ده كلام بسوا والله يا العظيم انا ما كنت عايزة اغلط تاني ولا اتكلم اطلع اعملي التحليل dna وهيقول العيال دي عيال مية بتقولك ايه انا هاعيدي التحليل وهخلي محمد هادي يعيدي التحليل محمد هادي عيدي التحليل يا محمد هادي وشوف العيال عيالك � complex العيال يا جماعة مش عيال محمد هادي من عماردي شروح يعمل ال dna Officer بيقولك انا كنت واحد في طبور بص يا تغريدة اقولك حاجة ما تطلعيش تاني مع اي حد عشان انتي استفزئتي ناس كتير او انا اولهم انا ما كنتش هتكلم يا جماعة في موضوع تغريد ده تاني بس التعليقات السلبية اللي هي الوحشة من الناس الوحشة مش الناس الحلوة اللي انا بحبهم وبيحبوني خلتني طلعت اتكلمتي تاني احنا عاسفين يا تغريد لو احنا ظلمناك انت ست بريقة اما للتلات سنين دول بتعمين بتعمين بتاع واحدة غيرك ده قاعدة يا جماعة بتحب في محمد الهادي قاعدة بتقول محمد الهادي ده انا بموت فيه لحبيب قلبي ايه ده عشان الناس تقول ده يا عيني ده بتحبه هدخونه ازاي صح اصده شغلة حريم احنا عارفين شغلة الحريم يا جماعة ها العيال وعيال مين يا تغريد اخر سؤالها اقولولك العيال دي عيال مين يا تغريد من عيم ولا مين قولنا بس يا كده كده محمد الهادي طلع من الصورة يا جماعة محدش يجيب سرته العيال عيال مين بقى يا تغريد بقرودة علينا وانا مستنية الرد بتاعي ويا جماعة كل جديد هاجبه لكم واي حد يخش يشتم في التعليقات يغبط دماؤه في الحيطة بس مش المتابعين الحلوين يا جماعة المتابعين الوحشين اللي لسانهم طويل ويخش يقلوا ادابهم على اي حد وطبعا طبيبوا معرفين مزقوين من اين طبعا كل المستجدات في القضية ده انا هاجبها لكم انا كده خلاص خلصت الفيديو هو واحد يا جماعة من المتابعين حبايبي ويزعلوا مني الناس كلها يا جماعة مستقب سبب الموضوع ده وانا حبيت اطلع اتكلم عشان انا بقى واحدة من الناس دي يا جماعة يا تغريد اخر كلمة ليكي ما تطلعيش على الا ما تطلعيش تتصوري تاني ولا تعملي لقاءات محد تاني ما تطلعيش اخر كلام ليكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته